من منا لا يحب الكلاب فمعظم البشر تعتبر الكلاب من أجمل الحيوانات على هذا الكوكب وأوفى صديق لهم البعض يحب الكلب الصغير والبعض الآخر يحب الكلاب الضخمة والشرسة والتي تحتاج إلى معاملة خاصة أهلا بكم في قناة جوابك إليك قائمة بأشهر عشر كلاب في العالم كويغين شيبرد كلب لديه نزعة هجومية شرسة كمانه يمتاز بضخمته وقوته الهائلة ويقاتل حتى آخر نحظة عندما يشعر بتهديد الله أو لصاحبه يعرف بالعربية باسم الكلب الراعي القوقازي وهو أحد أقدم سلالات الكلاب أصله من روسيا ويتراوح وزنه من 73 إلى 104 كيلو جرام وطوله وهو على قوائمه الأربعة بين 64 إلى 78 سنتيمتر يعتمد بشكل أساسي على غرائزه وخاصة القتالية حتى أنه يتجاهل أمر سيده إذا ظن أن أفعاله تصب في مصلحة سيده ولدى الكلب الراعي القوقازي سرعة بديهة عالية فهو من سلالة الكلاب الذكية ويعد من الأنواع صعبة التربية لغير المتمرسين وذلك لحجمه الهائل وطبعه الشرس لذلك عادام يحتاج إلى مدرب قوي الشخصية وذكي في التصرف معه كومندور يسمى أحيانا باسم كلب الممسحة وهو كلب أبيض اللون من سلالة مجرية لديها معطف طويل يشبه الحبل تغطي جسدها بالكامل وطول الذكر منه من 71 إلى 76 سنتيمتر ووزنه من 50 إلى 60 كيلوغرام وهذا النوع من الكلاب نشيط جدا فلا يناسبه العيش في مكان ضيق فهو يحتاج لمساحة واسعة ليركض فيها وبالرغم من شكلها الذي لا يدل على أنها شرسة ألا أنها من السلالات القوية في الحراسة فلديها غريزة طبيعية لحماية الماشية كما أنها تطيع وتحترم سيدها دوغو دوبردو الكلب الأرجنتيني الشهير دوغو يعتبر أحد أكبر وأشرس الكلاب في العالم خيث يعتبر وزن الذكر 40 إلى 45 كيلوغرام وطوله من 60 إلى 68 كيلوغرام ويستخدم الدوغو في العديد من الأمور من الإنقاذ والحراسة والصيد ويعمل مع الشرطة لمساعدتهم في المهم العسكرية والكشف عن المخدرات وبالرغم من قوتها الكبيرة ألانه مستعد أن يحمي أسرته بكل ما أوتي من قوة كانا جال الكلب الكنغالي هو من كلاب الحراسة موطنه الأصلي كوردستان يمكن أن يصل لوزن 80 كيلوغرام ويبلغ نمو الذكر لارتفاع من 80 إلى 90 سنتيمتر وهو كلب محب جدا لصاحبه ولكن يجب على صاحبه أن يكون لديه على الأقل خبرة متوسطة في تدريب الكلاب لينجح في تربيته وهو ضخم جدا بين أنواع الكلاب الأخرى وإذا دربته جيدا سيطيع أوامرك وينفذ طلبك وستتعلق به كثيرا تيبت عن ماستيف ينتاز كلب الماستيف بأنه قوي جدا وشرس من سلالة قديمة تنتمي إلى هضبة التبت كما أنه يسمى أسد الكلاب لأنه كلب ضخم جدا فيتراوح طوله من 61 إلى 71 سنتيمتر ويصل وزنه أحيانا إلى 99 كيلوغرام لديه الكثير من الشعر فيستطيع العيش في المناطق الباردة بسهولة ويعتبر أحد أفضل كلاب حراسة فيحمل أغنام والأبقار بكل قوة لذلك يعتبر من أغلى كلاب العالم إيريش وولب هاوند يعد واحدا من أقدم السلالات المعروفة طول الذكر 81 سنتيمتر ووزنه يبدأ من 55 كيلوغرام الصيادين يعتمدون على هذا الكلب في استياد الغزلان والثعلب والحيوانات العشبية فهو كلب قوي وسريع ويستطيع الرجد في الأماكن الواسعة ويركضه حتى ينقض على فريسته وأيضا يمكن أن تبقيه في البيت للحراسة كلب سانت برنارد هو كلب ذكي وعنيد لذلك يحتاج إلى التربية السليمة من مالكيه في وقت مبكر ويتميز بجسده الطويل الذي يغطيه فراء غليظ وكثيف نشأ في سويسرا بجانب العديد من السلالات الأخرى وفي الأصل كان يستخدم ككلب حراسة يزن هذا الكلب من 65 إلى 120 كيلوغرام ويتراوح طوله من 70 إلى 90 سنتيمتر فهو كلب ضخم برأس ضخم وعريض وطبعه هادئ وصديق جيد للأسرة ولكنه عنيد إلى حد ما لذلك يحتاج إلى الذكاء من صاحبه منذ صغره حتى يسول تحكم على عناده كمانه يحب الأطفال ويحتاج إلى الكثير من الاهتمام من مالكه وهو كلب مدلل وسيظل هادئا معك إلى أن يشعر بأي تهديد لهوة لصاحبه حتى يظهر غرائزه الدفاعية كلب الجبال السويسرية هو من سلالة الكلاب كبيرة الحجم عندما يجري في الشارع سيجذب انتباهك بكل تأكيد فبنيته قوية وهو أحد الكلاب المتعددة لاستخدام في مزارع السويسرا فيستطيع أن يحرس الماشية ويجر العربات إنه كلب هادي التصرف ويتميزه بطاعة أوامر سيده بدون عناد له هيئة ضخمة فطول الذكر منه 65 إلى 62 سنتيمتر ووزنه يصل إلى 70 كيلوغرام تم تربية هذا الكلب لحراسة الماشية ويضا يحب الأطفال ويلعب معهم فيتميز هذا الكلب بالاستقرار المزاجي فأغلب وقته يكون هاديا إلا إذا شعر بالخطر وتكيفه مع نمط الحياة العائلية لذلك يحبه العديد من الناس ويربه في البيت بولي كوتا كلب البولي كلب شرس جدا فيستطيع بفكية أن يقتل إنسانا بالغ يعود أصله إلى منطقة بونجاب وهي منطقة فاصلة بين حدود الهندي وباكستان ذكر كلب البولي يبلغ طوله من 76 إلى 86 سنتيمتر ووزنه من 70 إلى 90 كيلوغرام وعند القتال لا يستسلم كما أنه صياد بارع ويصطاد حيوانات ضخمة مثل الخنازير البرية وأيضا الدببة ويتراوح عمره من 8 إلى 20 سنوات الكلب الدينماركي الضخم يرجع أصله إلى ألمانيا ويزن الذكر من 50 إلى 82 كيلوغرام ويبلغ طوله من 76 إلى 90 سنتيمتر وهو أحد الكلاب العملاقة وبالرغم من هذا الحجم ألا أنه كلب لطيف ويحب اللعب جدا وأيضا برغم طول قامته وحجمه الطويل ألا أنه لا يأكل الكثير من الطعام هذا الكلب يدرب ليتم استخدامه كصياد للخنازير البرية والغزلان ومتوسط عمر الكلب الدينماركي الضخم من 7 إلى 10 سنوات استطاع كلب من هذه السلالة أن يجعل صاحبه مشهور في عام 2010 نعم فهو الكلب زيو الصاحب رقم أكبر كلب في العالم تم تسجيله في موسوعة جينيس خيث بلغ وزنه وهو في عمر 6 سنوات 113 كيلوغرام وبلغ طوله 121 سنتيمتر فلتشارك في منقشة الحلقة بأفضل كلب عجبك في الحلقة ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد لدينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر